هتظهر على الشاشة كمان دلوقتي إيه الأجهزة اللي هي فعلاً أجهاز بجد اللي هو يشيل دهون البط ممكن دلوقتي نشوفها زي ما احنا شايفين ده بقى أول فيديو اللي هو الدراع هنشوف إزاي بنستخدم الكول سكاربتين من غير ما نعمل ولا جراحة ولا نعمل أي عملية لا وقاعدين زي ما شايفين كده نهي صاحية هتفرج على التلفزيون لو معها تلفو موبايل ممكن تلعب إزاي نتخلص من الإيد طبعاً مشكلة دهون الإيد زي ما احنا شايفين رفع الإيد التراكم الدهون هنا مع ذات الوزن بيبقى بايا خيداً وخاصاً في فصل الصيف بقى وعايزين سواء كان هنلبس قط أو نص كوم أو حتى أن المنظر العام بيبقى شكل السيدة عريض جداً فيبقى الشكل مش ضريف زي ما شايفين بنحط القطع بتسحب الدهن جواها مدة الجلسة حوالي 35 دقيقة بس بعد كل الدهون اللي بتخش جوا القطعة بيحصلها زي أناستيزي بنك عن طريق التجميد كويس فما بتحسش بقى أي حاجة المنطقة اللي جوا دي نتيجة التجميد بدرجة حرارة عالية جداً بتموت الخلايا الدهنية والجسم هو اللي بيأكلها 35 دقيقة وخلصت القصة دي منطقة الإيد هنشوف الفيديو التاني بقى اللي هو يخص حنان اللي هي منطقة البطن ودي من أبو اخر مناطق لأنها بتعمل ديفورمتي بتخلي شكل كمان الست وحش يعني ميش بس إن هي صحياً لأ زي ما شايفين بنبتج نعمل يسار عشان نشوف هي محتاجة كم جلسة مهروفية غير المتوسط غير المليان غير المليان أوي زي ما شايفين بنبتج نحد المنطقة اللي فيها الدهون الجهاز محتاج بس دقة طبعاً الدكتور أنا بس اللي بشتغل عين لازم الدكتورة نفسها اللي تشتغل عليه بنعمل مجرمنت عشان نشوف هي محتاجة كم جلسة زي ما شايفين لإن البطن كبيرة جداً محتاجة تلات جلسات في المرة بعد ما عملنا القياس بنبتج بقى نستخدم الجهاز أول حاجة طبعاً بيتم تعقيم المنطقة كويس جداً زي ما نشوف دلوقتي بنبتج بقى نحط بنعقامها كويس جداً عشان نتأكد ما فيهش عارة ما فيش أي حاجة اللي هو الحاجات الطبيعية العادية بعد ما بنعقامها هنبدأ نحط نوع معين من الجل الجل ده عازل قوي جداً يعني بنلاقي كمية الجل لازجة جداً بتغرق الجزء وتتحط على المنطقة لازل تبقى واخدق كل المنطقة اللي هيتحط عليها الأبليكيتر اللي هو مخصوص للجلسة والقول سكالبتينج الأصلي مفوش غير وان أبليكيتر يعني دراع واحد بس الأصلي إن طبعاً فيه أجهزة كتيرة وتأليد ما ليسوا مغرق من البداية زي ما شايفين كده المنطقة الجهاز بيهكي مع المنطقة يشفت الدهون كلها جوا الدراع وبعدين بيبقى فيه بنحط زي ده زي مستد مخصوص لها عشان بس يسند الجريال مدة الجلسة 35 دقيقة دي أحدث يمكن طبعاً الجهاز ده مش منتشر في مصر خالص لكن في أمريكا في كندا في لندن في دوباي عارفينه كويس قوي وبالحجز عني لأنه أنا باوصل النتيجة اللي أنا عايزها لا بخش بقى في جراحة ولا فتح باطن ولا بنج ولا أي حاجة بعد ما بين 35 دي بتعفل جلسة أوتوماتيك بنشوف المنطقة الحمار ده بقى من التخدير على فكرة فيش منه أي مشكلة بنبتد نعمل مساج لمدة دقيقتين بس خلاص وبنبتد نمسك منطقة تانية زريفة جداً زي ما احنا شايفين يعني من غير ولا مجهود ولا ضياع نواطيه كل حكاية 35 دي ممكن راح ينام فيها فرج على فيلم بيقدر يحصل على نتيجة اللي هو عوازها فده يا حنان بقى إزاي نتخلص من البط طب في السيدة المليانة هل بتحتاج نقرر كتير؟ آه بنقرر على الأساس إيه؟ نمرة واحد أولاً منطقة الدهن قد إيه؟ نمرة اتنين أنا عاوزة يبقى شكل إيه في الآخر؟ طب بنقررها كل إيه؟ كل شهرين ويدا اللذيذ فيها إن لكل إسبوع ولا ولا إن إحنا بنضع عوقت كتير هنشوف فيديو تاني الفيديو الثالث بيواري بقى منطقة فعلاً عشان الصيف والمناء تبقى منطقة بايخة جداً جداً بنحط طبعاً الأول الجيل اللي اتفاني عليه اللي هو عازل قوي جداً جداً وبعدين بنحط الأبليكاتر بعد خمسة وثلاثين دية بنبدأ نعمل نوع من المساج أو زي ألترا ساوند أو ليزر عشان خاطر الدهن يسرب بسرعة زي ما شايفين فيه اختراعات ودايماً دلوقتي كمان بيلجأوا في كل بره في أوروبا وأمريكا للبعد عن الجراح آه طبعاً في حالات بنلجأ فيها للجراحة اللي هي مش نفى فيها أي حاجة تانية بس طبعاً كل ما بنتجنب الجراحة كل ما ببقى أحسن ونتيجة بتبقى أحسن طيب يفضل السؤال لو أنا تخنت بقى مش هتطلع لو عملت جراحة ووكلتي هتتخني هيرجع تاني لو عملت شفت وكلتي وتخنتي كلتي يعني تخنتي هيرجع تاني لو عملت كل سكالبتينج وكلتي يعني تخنتي هيرجع تاني طب الفروق إيه أما بعمل شفت بشفت كل خلاة دهنية لما بيدخن الشخص بيدخن في أماكن جديدة كتير جداً يقولي المستغربين ليه تخن الدكتور ما قال ليش أنه هترجع تاني ما ليعني أنت هتاكلي والجراحة اللي هتتخن ما اللي هيكل لازم هيدخن فهتتخني طب أنا قفلت الشارع قفلت الحتة اللي ربنا خليها كانت بتخزن دهن وكلتي الأكل هيروح فين هيروح في مكان جديد غير متوقع